النهاردة عدد من أبناء الجالية المصرية في الولايات المتحدة نظموا وقفة أمام مقر الأمم المتحدة في نيويورك لدعم الوطن والدعم الوطن ضد الهجمات اللي بكلم حضراتكو عليها هجمات معدة ومرتبة بدقة وممولة جيدا جدا في الوقفة دي مشاركة يعني تضامنية الجالية المصرية في أمريكا تكلمت أنها رسالة ضد محاولات التدخل في الشأن الداخلي المصري ورفض لمحاولات الاستقواء بالخارج على مصر معنا على التليفون أستاذ جاكلين سعد سكرتير عام الهيئة القبطية الأمريكية أهلا بيكي أستاذ جاكلين دائما ما بتبقى الوقفات الاحتجاجية لها رسائل مباشرة كان إيه وجهة نظاركو وإيه الرسالة اللي كنتوا حابين النهاردة أنها تصل أمام مقار الأمم المتحدة إحنا رسالتنا إن إحنا بنرفض أي تدخل أجنبي يدخل في قضاء المصري هذه الرسالة اللي إحنا بنوصلها للعالم كل سؤالي يا أستاذ جاكلين مع حضرتك ماشي صدت بي شوي لا بس أل حضرتك بقولك تنظيم الوقفة كان أنتم أعضاء الهيئة القبطية الأمريكية ليه نظمتوا الوقفة إيه اللي كنتوا شايفينه الداعي والسبب لأننا نقف قدام الأمم المتحدة أي من المشاهد اللي حصلت على مدار الأسبوع أول حاجة الهيئة القبطية وكل المؤسسات وكل المصريين إيد واحدة كلنا صدمنا مع بعض أن إحنا لازم ننزل ونقف تأييد أول حاجة للنائب المحترم كل له كل التقدير والإحترام النائب عمر درويش بالنسبة للي حصل مع لاعبد الفتاح أكتو لما جاءت تتكلم طبعا لها الفيديو وتستيش أنها تتكلم بس إحنا شفنا أن هم ما عطوش حتى الفرصة للنائب على أن هو يتكلم ولا شفنا حتى حرية التعبير ولا الرأي فيها طبعا علاء إحنا شايفين أنه هو محكوم عليه جنائي وليس سياسي فتضمن معاه كامل التقدير والإحترام دي ولو هم عندهم أي صلب إحنا عندنا لجنة العفو الرئاسي لكن إحنا المؤتمر ده مؤتمر مناخ بالبيئة مش موضوع نيجي نتكلم فيه عن علاء إليك فرفضنا كله على موضوع عليه مشكورك يا أستاذ الشاكلين وهي الفكرة الأوضح اللي حضرتك حتى بتصغيها هي إذا ينفع نقول هو الناس مضايقة ليه؟ هو الناس مضايقة ليه أن واحدة بتطالب بالإفراج عن أخوها بالمناسبة طبيعي ده تمطلب إنساني وبالمناسبة ما هي لجنة العفو فعلا متشتغل في كل القضايا اللي تخص سواء القضايا الرأي أو القضايا الجنائية كمان اللي هي ممكن التدخل الرئاسي فيها يعني أقصد إنه يمكن التدخل في ذلك المشهد كان مسيق بشكل كبير جدا إنك بتعتقد زائفا إنك تقدر تستقوى بالخارج على بلدك بتعتقد زائفا زي بالزبط الاعتقاد الفاشل بتاع النهارة إنك تقدر تقوم شعب على بلده وتعمل فوضى تاني بس لأنك عندك ثقر شخصي بينك وبين أشخاص بعينهم أو أفراد في هذه الدولة الثقر الشخصي اللي بيتحول إلى مواقف دولية حاجة بقت واضحة جدا قدام الناس وغير مقبولة